التطعيم ضد فيروس كورونا توسع ليشمل الآن المراهقين من سن 12 عاماً حتى 16 وذلك بعد فحوصات مشددة لنجاعة اللقاح وأمانه في هذه الفئة العمرية حتى الآن تطعم مليونان ونصف المليون من الصبيع والفتيات في الولايات المتحدة التطعيم ناجح ضد فيروس كورونا في إسرائيل تطعم حتى الآن حوالي 5 ملايين ونصف المليون مواطن وبفضلهم عدنا إلى حياة اعتيادية بسبب ازدياد عدد الإصابة لدى صغار السن يزداد احتمال ظهور الجائحة من جديد تنصح وزارة الصحة بتطعيم الصبيع والفتيات من سن 12 عاماً فما فوق التطعيم هو الوسيلة للحماية من طفرات الكورونا الخطيرة تجنب الحجر الصحي ولتخفيض انتشار العدوى في إسرائيل لديكم المزيد من الأسئلة اعتمدوا فقط على مصادر موصوك بها استشيروا الطبيبة المعالجة لتعيين دور للتطعيم توجهوا إلى صناديق المرضى ترجمة نانسي قنقر